هنا جمهورية الشيشان الروسية منذ باكورة الهجوم الروسي على أوكرانيا بدت القوات الشيشانية أكثر تأهبا كما أراد تصويره مشهد دعائي أبرى صفحات الرئيس رمضان قاديرف على مواقع التواصل الإلكترونية جيش جرار وعتاد يبث الرعب كما توحي به هذه الصور حتى آل الأمر بالألاف منهم في جبهات متعددة على أراضي بلد جار بدءا من منطقة دونسك الانفصالية في أحدث الصور هنا مدد شيشاني آخر يقوده الزعيم بنفسه وهو يعبر التراب الأوكراني نهارا قبل أن يبيت قريبا من نبض العاصمة كييف قاديرف نشر هذا الشريط المصور على صفحته بموقع تيلجرام مؤكدا أنه صور في مطار جوستومل القريب من العاصمة الأوكرانية ثم يكتب قائلا قبل أيام كنا على بعد نحو 20 كم منكم أيها النازيون في كييف والآن أصبحنا أقرب ثم نشر شريطا مصورا وهو يتحدث إلى أحدهم أبر الهاتف حاملا مسدسا يقول إنه غنمه من الجيش الأوكراني فيما مضى من الحرب على كييف أظهر مقاتلون شيشانيون اقترابهم من العاصمة في مشاهد متعددة وهم عند مطار مدني ليس على مشارف العاصمة فحسب بل تتحدث مجلة فورين بوليسي الأمريكية عن انتشار آلاف من هؤلاء المقاتلين في الجنوب الأوكراني كذلك وحسب الرواية الدعائية الروسية فإن هناك بين عشرة ألاف إلى سبعين ألف مقاتل ششاني رواية تراها الفورين بوليسي أمرا مبالغا فيه ويتحسب الهدف من ذلك بث الرعب في القلوب ذاك هو سيط الشراسة الششانية إن طال أمد المواجهة وتحولت إلى حرب مدن وقد خبرها الششانيون من قبل